اشتركوا في القناة كل مال اخيه ظلمة وهذا العياذ بالله من كبائر الذنوب التي لا كفارة لها بمعنى اننا نعلم ان اليمين المنعقدة لها كفارة لكن اليمين الغموس والتي تكون اصلا في مجلس القضاء مثل هذه عياذا بالله فانه لا كفارة لها بل هي من كبائر الذنوب حقا لانه يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق وهذا كله ممنع الشارع الحكيم عنه فقال صلى الله عليه وسلم لئن حلف ليأكل ما لأخيه ظلما ليلقي ان الله عز وجل وهو عنه معرض ولا ريب ان هذا من الوعيد الشديد ورواية اخرى كما بينا وهو عنه غضبان والله عز وجل يقول في صورة طاه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى اي هلك وشقي وانتهى به الامر عياذا بالله الى قعر جهنم كذا قال اله التفسير عبر طرائق ومعاني متقاربة في اللفظ والمعنى والمراد ان هناك وعيدا شديدا لمن هذا صنيعه لمن يقسم بالله عز وجل ليقتطع مال امرئ مسلم بغير وجه حق